وصيب أحمد نبيل كوكا لعب وسط الأهل الصعد الحياة اللي كان إضافة قوية جداً اللي لقدمها للمنتخب الوطني وصيب مبارح في الأوتار بتاعة القدم فيها تمزق يغيب شهر شهر ونص إن شاء الله تعالى يلحق مع عودة الدوري بإذن الله فكان قرار روي فيتوريا باستدعاء مهند لشين بدلاً منه شوية على طول وصيب أسامة جلال قلب الدفاع لعب برمد فكان الإنصاف قدراً لمدافع الأهلي ياسر إبراهيم استدعاه روي فيتوريا علشان يدعم قائمة المنتخب وبالتالي دول السبعة وعشرين لاعب اللي حيسافر بيهم المنتخب إن شاء الله تعالى يوم الثلاثة اللي جايت لأبجان تعارفين إن المنتخب حيبدأ أول مباراة يوم 14 مع موزنبيق ويوم 18 هيلعب مع غانا ويوم 22 هيلعب مع كاب فردي وعنده مباراة ودية أخيرة هنا في ختام المعسكر يوم الحد اللي جاي الساعة 6 مساء في استاد القاهرة مع تنزانيا إن شاء الله ده اللعيبة وهم بيودعوا وبيشكروا أحمد نبيل كوكا وبيعني بيطيبوا خطره هو مغادر المعسكر للإصابة كانوا لحقيقة متعاطفين معاه جداً وكان فيتوريا مبسوط من كوكا جداً بسنه الصغيرة دي تحت العشرين وعنده الشخصية دي والكفاءة دي هو أصغر لعب في المنتاخ ها فجاءت الإصابة اللعيبة صممت إنه تاخد معاه صورة إذكرية ويهدوه هذه الصورة كواحد كان حيبقى معهم في البطولة وده حالي التأثر يا رائم جداً وطبعاً كانت فرصة عمره لكن أنا متأكد إنه يعني يكفي شكل وبيبكي مسكين يعني برضو متأثر اختيار وهو طبعاً يعني هذا مشروع لعب كبير ينتظر مستقبل كبير بإذن الله إن شاء الله تعالى وياسر إبراهيم طبعاً انضم للمنتخب بدلاً من أسامة جلال دكتور محمد أبو العلا الطبيب المنتخب كان عمل جلسة للعيبة خلال المعسكر مع دكتور محيد دين الجعفاري استشاري مكافحة المنشطات المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية لتسقيف اللعبة وتوعيتهم وتعرفهم بالمحاذير والمحاذير اللي تتعلق بكشف مكافحة المنشطات خلال بطولة الأمم الأفريقية والأدوية الجديدة اللي دخلت جدوى للحظ إلى جانب موعيد استدعاء اللعبين لكشف المنشطات خلال المباريات وأحقية اللجنة الطبية في الكاف في استدعاء أي لعب في أي وقت خلال البطولة دكتور محمد مهم جداً جداً ويعني شغل محترفين لازم اللعبة تبقى فاهمة كواس قوي هي مقبلة على إيه وإلا وممكن أن يحصل مشكلة بدون قصد بس تكون مشكلة جبيرة إن شاء الله المنتخب سيوصل التدريبات وعنده تمرين مفتوح لوسائل الإعلام وحيزور المعسكر كمان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للإطمئنان على اللعبة والشد من أزرهم وكان الدكتور أشرف صبحي قبل بداية المعسكر زار القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية وكان معاه روي فيتوريا اللي أبدى سعادة كبيرة باختيار هذا المكان وزي ما قلتلكوا الأجواء كلها طيبة حتى بدأها محمد صلاح محمد صلاح بعد مباراته مع نيوكاسل اللي فاس فيها ليفربول وحطه على صدارة الجدول وهو كمان تصدر قائمة الهدفين قال إن أنا لما ضيعت ضربة الجزاء كان لازم أسعى إن أنا أسجل علشان عايز أروح منتخب مصر بمعنويات كويسة لأنه محتاجين نكسب كسر الأمم تخيل إنه هو متصدر وقد أضع أربع ضربات جزاء لو أحرزها كان بقى يغرد بعيدا يعني لكن ده بيقولك إضاءة ضربات الجزاء أصبحت يا أستاذ إبراهيم يعني مش حكر على لعبها بعينيها يعني عطاة اللاعبين وأنا بقول يعني وجهة نظر يعني سيبكم منها لا سيبكم منها صحيح بس هي وجهة نظر مبنية على مسألة علمية قانون الاحتمالات بيقولك لأ أنت مهما كان مستواك لو كررت الأمر عشر مرات نسبة خطأك ممكن تبقى دي كده فأنا ضد تثبيت لاعب لضربات جزاء لأنه يفضل يلعب ضربات جزاء لأنه حتيجي اللحظة بتاعة قانون الاحتمالات أنه يضيع مش نتيجة أول بيبقى هو نفسه بقى أغير مغيرش التاني حافظه صراع في لحظة صراع نفسي في اللحظة غير لما بيخصيلك لاعب والدليل على كده أن في يوتشير يحرز 18 هدف من 19 محاولة يعني 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 رقم كبير لعيبة الحراس مش عارف عنها حاجة أي فأنت بتخش واللعيب نفسه معلوهش ضغوط أنه بقى إيه كل ناس مصنفاني أن أنا اللي ما بغلطش فعايجي جود قوي تيجي تجود قوي وضيع منك الليلة فأنا ضد يعني التثبيت التثبيت خلي فيه ثلاثة أربعة وانت فضل الكابتن هادي خشب يشوت يشوت لعد ما رح مضيع مضيع فابتدى شهادي يشوت 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 لحد رح مضيع مضيع لازم حيضيع لازم لأن ما فيش واحد نسبة نجاحه وده اللي حصل مع الكابتن زيزو ومحمد صلاح في كاس الأمم فضلوا يشوت ويجيبوا لحظة الإخفاء جاءت في 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 ده كلام مهم جدا للمدربين أنا ده مالوش لا لا مش مالوش محد الشيخ ودماني لا 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 انت تعمل زي رأي اللازل لا قيمة تلاه لا لا له قيمة ما لو مالوش قيمة مش أقوله هذه خطيرة أنا بقولها حتى في الشغل وعلي معلول ما هو ضيع ديبوا من ناس بتعلي معلول كمان طبعا فبنخصوا عليه لكن هو بشوت كام شوت كام ضربة جزاء وضيع كام حتاجي تثبته مثلا 85-90% ما هي والعشرة في المية دول جنف في مطشات مؤثرة أي عشان انت مثبته أي لكن ودليل على كده حاتلي حد في الدفينس بيضيع ضربات جزاء سيبك من كابتن علي لكن كنت تبصت لأي كابتن ساعد سمير عماد النحاس عماد النحاس شادي عماد ضيع مرة ضربه لكن لكن انت بتبقى يدك على صدرك وهو داخل بس هو ما حدش حفظه ما يعرفش راجل ده بفكر في ايه فتبص لأي حطه لك صح والمدافعين عادة نسبتهم في تزديد ضربات جزاء ودي حاجة غريبة يعني حتجد هادي خشبة شادي علي معلول حتى السلية حتى مش عارف مين حتجد نسبتهم بتبقى عالية وقيس على كده يعني الفراو ده قليل يعني صلاح ده استثناء ورغم كده بيضيع ضيع أربع ضربات جزاء منهم ضربات جزاء مؤسرة مع نادي ليفر بول آه على موسمه وشوية لكن بتيجي اللحظة القانون الاحتمال بيقول كده ما فيش حد فكرة يا جماعة ده كلام على ما ترمز ظهر ايه طبعا طبعا فيه نسب معينة صحيح انك تجيب رقم معين صحيح كلما زاد الرمج زاد الاحتمال احتمال طبعا لا كلما زاد الإخفاخ يبقى احتمال اللي جاي آه آه مفهوم ده كلامة جماعة في منتقى الأهمية للمدربين والإعلام حتى في تحليلاته ما بيركزش على جانب زي ده ونفسنا فعلا حتى تحليلاتنا واهتماماتنا تروح للجوانب الإيجابية لأنه تثبيت زي ما المهندس عدل بيقول تثبيت لاعب بعين ولدربات الجزاء اولا الجون هيحفظه ثانيا هو هيبقى في ضغط وتوتر وصراع نفسي في اللحظة اللي بيلمس فيها الكرة يثبت ولا يغير هو واخد على عدلة معينة وعلى شطة معينة وعلى زاوية معينة وعلى وضع تشريح معينة في الشطة طب هيغير طب يعني حيفضل في لحظة الصراع ودايما اللي بيتوتر وبيتصارع نفسيا في خلال لحظة اللمسة هي اللي بتضيع منه شوفنا امير سعيود اللعب الجزائري الموهوب مع النادي الالي وهو في حال الصراع موقع قاعد جبه كرة وقع وقع على الأرض وهو بيلمس الكرة دي نتيجة شغل في الصراع نفسي لحظة اللمسة فأتمنى أنه فعلا الكلام يأخذ محل اهتمام فيه أن أنت يكون عندك أكتر من لاعب بيجيد التزديد ويتغير ما فيش مشكلة طيب وإحنا دايما حتى بنتكلم على مسؤولية الإعلام تنمية الوعي الاحترافي عند لعبتنا ده مسؤولية الإعلام وتدليل أي لعب يخرج عن السلوك في علاقة اللعب بالمدرب ده مسؤولية الإعلام عشان كده كان كلام ياسر إبراهيم على النحو الاحترافي محترم جدا لما بغرابة شديدة قائمة المنتخب الأولى خلت من اسمه وشوفنا ناس كتيرة زعلت لياسر وناس اتكلمت وناس انتقدت روي فيتوريا وناس هجمت المدير الفني للمنتخب ازاي ياسر إبراهيم وهو في التوب فورم بتاعه